الحق المجهاري ده هو نوع متقدم من أطفالي أنابيب في أطفالي أنابيب بنعمل إيه؟ في الحق المجهاري بنعمل إيه؟ في أطفالي أنابيب بندي للسيدة أدوية تنشيط للتبويض عشان بدلا ما اتطلع بوايدة تطلع أكتر من بوايدة ولما اتطلع البوايدات لما انت بيح بالأشعة التلفزيونية لحد بالنسبة لأطفالي أنابيب بندي للسيدة تنشيط للتبويض وانت بيح بالأشعة التلفزيونية لحد ما يحصل حاجة معينة بالسنار بنعمل التقاط بوايضات التقاط بوايضات حملية بسيطة جدا ما فيهاش فتحة بطن ولا حاجة بنخش بإبرة من تحت والسيدة واخدة بنج نطلع على البوايضات بره يبقى أول خطوة في الأطفال الأنابيب أو الحق الميكاني إن احنا بنطلع على البوايضات بره بالنسبة دي بوايضة حقيقية منكبارة ربعمائة مرة بالنسبة لأطفال الأنابيب بنسيب على كل بوايضة مئة ألف حمام منوي يتفضل أن عند ربنا الحمام منوي يخش جوه البوايضة ويخترقها ويعمل جنين في الناس اللي فيها ضعفة عند الرجالة ومعفيش حقائط منوية خالص أول حقائط منوية قليلة جدا بناخد حقائط منوية منخصية وبنحقن حيوان منوي واحد جوه كل بوايضة خارج الجسم تحت الميكروسكوب فإحنا بنحقن حيوان منوي جوه البوايضة علشان يعمل جنين ده أول حاجة تكوين الجنين بيبقى حاجة اسمها خلية من الزكر خلية من الحيوان المنوي وخلايا من البوايضة بعد ما يتكون الجنين يبتدي ينقسم الى خلايا زي ده خليتين وبعدها يتكمل انقسام يبقى جنين اربع خلايا لما بيوصل مرحلة معينة بالانقسام بناخد الاجنة ننقلها جوه الرحم عشان يحصل حامل يبقى الاطفال اقنابيب او الحقن المجهاري بيتكون من جزئين الجزء اللي انا بنتلع البوايضات الجزء التاني في اطفال اقنابيب بنسيب على كل بوايضة 100000 حامل منوي يتفضل من عمد ربنا لحامل منوي يخترق البوايضة في الحقن المجهاري بناخد حامل منوي ينحقينه جوه كل بوايضة علشان يعمل جنين بعد يومين او ثلاثة او خمسة من التقاط البوايضات منين الاجنة جوه الرحم عادة منين التالت يوم او خامس يوم وفيه ناس بيقولوا خامس يوم احسن من تالت يوم